حدوتة شارلي عشان دي حدوتة تتحكي والكتاب ده قد يكون الكتاب الأكثر اختلافاً والمتفرد على الأقل بالنسبالي أنا عمري ما شفت كتاب كده شارلي طبعاً يعني شارلي هو الفنان الوحيد الونيفيرسل الفنان الوحيد اللي تعرفه جميع حوالي العالم في الهند وفي لبنان وفي أمريكا وفي إنجلتار الفكرة أو الجنونة خلينا نقول أحلى هي جنونة هي جنونة جابها لي أحمد بوهي المخرج صاحبنا وحبيبنا وأنا بعتبره ابني ومعاه محمد فاهم اللي عملت شارلي شابل وهم لما جابوا لي الفكرة الحقيقة أنا جابوا لي طرطة وجايين ما كنتش لقابلت ده ولا قابلت ده عارب محمد فاهم بس ما قابلتوش لما جوا لي بيتي في يناير من سنتين وجابين لي طرطة قلت حاجلوا طرطة ويمشوا فحكوا لي شارلي شابلن قلت بيهزروا أنا كنت عملت أبلغ كوكوشانال آه بالضبط شاريهان في العضل جروب فأنت معك تقلتين يعني فدول بقى جايين لبن محمد فاهم وأحمد البوهي وعازين يعملوا ميوزيكل شاريهان كانت مصرحية فيها أغاني بس دي ميوزيكل فاقلت شباب جميل من أولها لأخرها ميوزيكل شباب جميل متحمس متكسرش بخطره الشباب الحين ليبهم يتكلموا شوية ويروحوا بس هم ما سابونيش هم ثلاث ساعات نذاكرين وحفظين وعندهم شغف ومهوسين فهوسوني وأنا طبعا أكبر منهم في سنة بس أنا جن منهم يعني منهم ومن غيرهم أنا مش بهزر أنا سابوني وانتقولهم أنا ما هش عامل المصرحية دي غيري حلاص المصرحية دي هتتعمل هما سابوني بحالة سنة تسعة وعشرين حصلت حالة كده اسمها شابلينيزم العالم كله بيلبس زي الشامل شابلينيزم وبتكلموا بيمشي مثل بورنيتا والجزمة الكبيرة أنا سابوني بها زي الحالة فأنا عطت فارجت على تلاتة وخمسين فيلم إن شاء الله سابلين فاربعتيا ما جيت أعمل سعيدي في الجامعة الأمريكية أول فيلم كوميدي أعمله قلت ترجع لمن؟ أنا دائما بعلم الولاد لازم عندك ريفرانس إنت أستاذ يوسف هتعمل برنامج تفرج على أوبرا وينفر مش أنا كنت بتفرج على لاري كينج لازم عندك ريفرانس فأنا مما جيت أعمل سعيدي أول فيلم كوميدي وكنت عمل بها أمريكا شيكابيكا وأيس كريم فده فيلم كوميدي لازم بتفرج على الأيس كريم أول مبارح بحب الفيلم ده قوي أنا بحبه أنا كمان هو الأفلامي وأنا بحبه وهو عايز تقول دفتر أخوال القاهرة في التسعينيات صح جدا يعني فالمهم جبت ده عدت أدور كانش في جوجل بقى ولا حاجة فعادت أدور لغاية ما جبت وانا معامل سعيدي سالة 98 جبت سيناريوهات أفلام شارل شابل السيناريوهات السيناريوهات وأعدت أذاكرها ما ده ريفرانس وعملت سعيدي ونجح وكسر الدنيا وكل حاجة أنا كاتب الكلام ده أنا على فكرة فلما جولي بهذه المسرحية استعدت بهذه الذكريات وابتديت أعيش في حالة شارل شابل الحمد لله أنا عملت أفلام كتيرها نجحت ومسرحيات نجحت ومسلسلات نجحت وأغاني الحلم العرب وأوبريتات وكله من أكتر الأشياء التي أعتز بنجاحها شارل شابل حالة متفردة ميوزيكال ساعتين ونص ما حصلش قبل كده أكتر من 65 ليلة عرض فل في السعودية في الرياض وفي جدة ثم القاهرة في ميوزيكال بطولة ممثل عظيم بس مش نجمش بباك فاهم هايل عظيم أحمد البوهي هذا العبقري الحبيب الجميل أنا بعتبره يعني كأنه الإبن الرابع لي باش مهندس الدكتور المخرج أحمد البوهي بالضبط كده في حالة حالة وطبعا الإنتاج العظيم لسي سينما هني نجيب وأحمد فهمي لأن بصراحة محدش يتحمس للعمل ده مع مساعدة وأنا لازم أقولي الكلام ده يجب أن نقضي لكل دي حكر حقه هاية الترفية نحن ساعدونا في هذا العمل لأنه عمل صعب ومكلف أنت شفت العرض وشفت كم حد جوه العرض فيه على المسرح والي برا المسرح مش أقل من 100 بني آدم وأكتر من 65 تغير الدكور ورأس وغرق حاجة صعبة جدا فالعمل عشان ينجح بهذه المقومات وينجح جماهيريا وأنا حيطة جماهيريا دي بدوس عليها قوي أن أنا بعمل مسرح للناس وبعمل سينما للناس فما تقوليش أنا أعمل فيلم عظيم بس ما حاد يشوفه وحيفهمه بعدين لا أنا عايزه يفهمه دلوقتي فالمسرحية نجحها بالنسبالي كان تحدي وكان لدرجة أن أنا مش عايز أقولك أن أنا تقريباً أنا مش عايز أعمل حاجة غير مسرحة جنائي يعني وصلتني لحالة أن أنا أنا زهدت في كل شيء يعني اللي جاية هيبقى كده أه أنا عايز أعمل مسرحية لك مش عايز أعمل حاجة بجد يعني إلى هذا الحد المسرحية ملكتني وبهرتني وفرحت بيها وفرحت بنجاح أكتر من أي عمل تاني لأنها مختلفة عن أي عمل أنا عملت قبل كده طب ده أنا يعني لسه النهار ده كنت بشوف الخبر وطبعاً كلنا عارفين اللقاء اللي ما بين المستشار تركي والدكتورة نيفين وزير في السقاط فهيبقى فيه تعاون ما لعل المسرحية الجاية هتبقى جزء من هذا التعاون إن شاء الله ونعيد شارلي كمان يعني أنا على فكرة حصل حاجة عمرها ما حصلت أنا بحيي الدكتورة وطبعاً بحيي معاً للمستشار لأنه الحقيقة لو لا هيطة الترفية ما كانش العرض ده طالح الحقيقة يعني لازم نقول الحق يعني إن إحنا أعرضنا المسرحية في الأوبرا في افتتاح مهرجان المسرح التجريبي جميل ودي أول مرة تحصل مسرح قطعة خاص يعرص المهرجان التجريبي في المهرجان دولة في الأوبرا فالحقيقة ده فهم وزكاء وسعة صدر من الدولة ممثلة في وديرة الثقافة إن هي تعرض هذه المسرحية في الأوبرا قرح درها ناس أجانب وكانت فهو عمل أنا بفهر به الحقيقة يعني